شكرا داليا و أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة اليومية التي تأتيكم من العاصمة التونسية تونس كما تابعتم في تقريرنا فرغم أن المنظرات التلفزيونية بين المترشحين لمنصب الرئاسة قد انتهت أول من أمس إلا أنها ما تزال تثير جدلا كبيرا على الساحة السياسية وبين المواطنين التونسيين هذه التجربة الأولى التي قامت بها تونس هي التجربة الأولى في العالم العربي بهذا الشكل وبهذا العدد الكبير من المترشحين لإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا السيد النأب في البرلماء للتونسي وناطق باسم الجبهة الشعبية السيد أحمد الصديق سعادة النأب أهلا بكم بداية كيف تنظرون إلى هذه التجربة الأولى في تونس وربما في الوطن العربي ما بين سلبياتها وإيجابيتها ربما شعر المواطن التونسي بالفخر والعزة بتجربتها الديمقراطية وبإجراء هذه المناظرات عندما تم الإعلان عنها ولكن بعد أن شاهد الكثير من الضعف والهنات صاحبت هذه المناظرات ربما تبدل رأيه قليلا وهذا ما شاهدنا على منصات التواصل الاجتماعي والانتقادات بكثرة لهذه المناظرات مرحبا أهلا وسهلا وتحية لكل المشاهدين وشكرا على الاستضافة هناك مستوين اثنين أما المستوى الأول فهل أن هذه المناظرة شيء مطلوب جيد يخدم الديمقراطية يوضح الصورة للناخبين هذا جزء أول الجزء الثاني كيف كان أداء المترشعين يجب الفصل بينهما بالنسبة للمستوى الأول طبعا لن أطيل في أنها تجربة أولى وفي أن أكيد أن سترافقها العديد من الهنات ولكن إجمالا كان هناك رضاء تام وحتى الفخر مثل ما قلتم في أنه في هذه البقعة من الأرض في هذه المنطقة التي تعيش الصراعات والحروب والتطاحن هناك متنفسون يقدمون أنفسهم للناخبين ويتحدثون مباشرة إليهم ضمن قواعد مضبوطة تسمح بالتساوي في الحظوظ بينهم حتى تكون لهم نفس الفرصة ويطرح برامجهم المستوى الثاني وهو مستوى الأداء لدى المترشحين أعتقد أنه من الطبيعي جدا أمام هذا العدد لا أقول المرتفع ولكنه عدد هام يعني 26 مترشحا ولكن مع الأسف الشديد هناك مترشحين اثنين أحدهما خارج البلاد لمخاوف جدية ووجود متابعات قضائية مصطنعة مفتعلة أم صحيحة هذا موضوع آخر ولكن ذلك حرمه من الحضور والآخر يقبع في السجن قلت مع الأسف الشهديد هذا موقفكم في الجباء الشعبية من منع السيد نبيل القروي من الإدلاء بمنظراته هناك مفارقة لا أريد أن أغس كثيرا في هذا الموضوع حتى أجيب عن سؤالكم ولكن هناك مفارقة هناك هيئة عليا مستقلة للانتخابات تقبل الترشح وتعتبره مستوفيا للشروط وهناك منافس له اسمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتعمد إقصاء منافسه الذي يفوقه في كل أسبار الأراء ويختلق له موضوعا ويعمد إلى استعمال القضاء حتى يتم الزج به بالسجن رغم أن قاضي التحقيق المتخصص في الموضوع رفض أن يدعه السجن هذا موضوع آخر أحب أن أقول أن أداء المترشحين عموما كان لدى الكثير منهم دون المأمول لدى ناخبيهم يعني مثلا هناك مترشحون قد فازوا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بثقة كبرى حسب سبر الأراء ولكن عندما ذهبوا مباشرة دون مساعدين ودون مسحيق وألوان يعني الحملات التواصلية عندما وضعوا عرايا أمام جمهورهم عرايا بمعنى ليس هناك مساعدون لا يعرف أي سؤال سيتلقاه عليه الإجابة يجب أن يكون حضور البديهة معرفة غوص عميق في مشاكل البلاد الكثير منهم ربما أصيب ناخبوهم أو المتحمسون لهم بخيبة الأمل ولكن أستطيع أن أجزم كجبهة الشعبية وأقول أنها تجربة رائدة وسؤلنا في المشاورات الأولية هل أنتم مستعدون لتشاركوا في ذلك قلنا ما قاله لسيف الدولة الأسير أبو فراس الحمداني عندما قيل له في الأسر عند الروم أنتم أهل شعر ولستم أهل حرب فقال لمن الحرب إن لم تكن لنا قلنا لهم لمن المناظرة إن لم تكن لنا نحن نعتقد أن المناظرات شيء جيد تجعل المترشح عاريا أمام جمهوره إما أن يكون لديه ما يعطيه للناس ما يقوله للناس ما يقدم للناس شخصية مقنعة وإما شيء آخر صنعته الصورة هذه قيمة المناظرات النقطة الثانية لم نتفاجأ بالأداء المتوسط أو المحدود لبعض المترشحين وتأكدت أيضا توقعاتنا بالنسبة لعدد هام من المترشحين في أنهم بانوا أمام الجمهور عكس ما روج عنهم أنهم مليئون ببرنامجهم أنهم عارفون لما يريدون أنهم ملمون بمشاكل تونس وأن لهم حضور البديهة وحسن الكلام ولديهم ما يعطونه للناس هذا مهم جدا في مثل هذه المناظرات ولكن هناك من يرى بأن هذه المناظرات التي نظمتها الهيئة العلية المستقلة لانتخابات مع التلفزة التونسية وهي الهيئة المستقلة العلية للسمع البصري هناك من قال أن هناك ضعف في الأسئلة عدم دقة في الأسئلة هذه الأسئلة وحتى التي يفترض أن يكون الجواب عنها والجواب عليها شافيا وافيا مناسبا وملاسقا لمهام رئاسة الجمهورية بما يسمح للناخب التونسي أن يأخذ صورة واضحة فكرة واضحة عن هؤلاء المترشحين وبالتالي يستطيع أن يحدد خياراته فعلا بالنسبة للأسئلة تحديدا حسب اعتقادنا وهو تقدير لم تكن مرضية بالشكل المطلوب بمعنى أولا أنها لم تلامس بعمق صلاحيات رئيس الجمهورية وإنما غاست في أشياء أخرى ثانيا أن توزيعها وعملية يعني التداول فيها على المترشحين الحاضرين في المناظرات الثلاث لم يكن موفقا يعني هناك من حلفه الحض بين القوسين في أن جاءته الأسئلة المنتظرة بالنسبة لما عرف عنه لدى المترشحين والنقطة الثالثة حتى عملية التنشيط باعتقادي كان هناك لدينا من الصحفيين والإعلاميين حسب اعتقادنا من هو أفضل هذا موقف شخصيا وليس موقف الجبهة الشعبية ولكن يتقسمه معي الكثيرون لكننا عموما راضون على ذلك نحن نؤمن بالتدرج نؤمن بإحترام ضوابط المنافسة الانتخابية النزيهة وهناك ثلمة وحيدة ونقطة سوداء وحيدة تتحمل مسؤوليتها هذه الحكومة لا تحمل وزرها لا هيئة الانتخابات ولا الاتصال السمعي البصري وإنما تحمل هناتها من استعمل القضاء لحرمان مترشحين اثنين رغم اختلافنا الشديد معهم رغم أننا لا نبرئهم مما يمكن قد ينسب إليهم من تجاوزات تستوجب التتبع القضاء ولكننا نقتنعون بأنه تم استعمال القضاء لإقصائهم من الوصول إلى جمهورهم وهذا على الأسف الشديد مقيل حتى في الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان الفرنسي يوم أمس ونعتقد أن هذا لا يخدم وأجاب القضاء بمنع لقاء تلفزيوني مع سيد نبيل القروي أشكرك جزيل شكر سعادة النأب أحمد الصديقة نأثي البرلمان التونسي والناتق الرسمي باسم الجبهة الشعبية إذن مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي نافذتنا الأولى من العاصمة التونسية تونس إلى نوافذ أخرى هذا اليوم في نشراتنا المقبلة وفي الأيام القادمة الآن عودة إلى الزملاء في القاهرة إليكم داليا ووعد شكرا جزيلا زمينا أحمد صبح من تونس والشكر موصول كذلك لضيفك الكريم شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر